السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي مرحبا بكم من جديد في درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية معي معلمتكم الأستاذ العنود الاعتيابي فأهلا بكم بسم الله نبدأ بداية نقوم بحل الواجب للدرس الماضي ما هي أهم الجزر في وطنية المملكة العربية السعودية؟ أحسنتم جزر فرسان جزيرة أم القماري جزيرة جنة أحسنتم جزيرة تاثيران وصنافر جزيرة كران رائعين بارك الله فيكم إجابات رائعة ما هي الشعب؟ الشعب المرجانية الشعب المرجانية هي كائنات حية حية تكونت في المياه الضحلة تحقق التوازن البيئي البحري بارك الله بكم إجابة رائعة جدا لدي معلومات عن جزيرتين من أهم الجزر في وطني أريد منكم أن نتعرف على اسم هاتين الجزيرتين تقعان شمال البحر الأحمر عند مدخل الخليج العقبة يا ترى ما هما؟ نعم أحسنتم جزيرة تاثيران وصنافر بارك الله فيكم إجابة صحيحة تقع في البحر الأحمر جنوب مدينة القنفذة وتبعد عنها بنحو 19 كيلو متر ما هي هذه الجزيرة؟ ماذا تتوقعون؟ أحسنتم جزيرة أم القمارين كلا الثلاث جزر السابق ذكرها تقعان في مياه الخليج مياه البحر الأحمر أحسنتم بارك الله فيكم في غرب المملكة العربية السعودية ماذا تعرفون عن جزر فرسان؟ جزر فرسان تقع جنوب شرق الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وتبعد عن سواح الجزان بنحو 40 كيلو متر ومن أهم هذه الجزر جزر فرسان الكبرى والسقيد وقماح ويوجد فيها سكان مقيمون رائعة إجاباتكم بارك الله فيكم تقع في الخليج العربي شرق المملكة العربية السعودية يا ترى ما هي هذه الجزيرة؟ أحسنتم جزيرة كران بارك الله فيكم بداية نستعد للحصة الجديدة ستقوم اليوم معلمتنا برحلة مع طالبات وطلاب الصف الخامس بالقطار نتجول من خلالها في ربوع بلادي لكن يا ترى لماذا وما الهدف من هذه الرحلة؟ ماذا تتوقعون؟ أحسنتم التعرف على مدن بلادي بارك الله فيكم التعرف على الطرق الموجودة في بلادي أحسنتم رحلة برية أيضا أحسنتم التعرف على أهم المدن الرئيسية في بلادي أيضا رائعين أهم المناطق الإدارية في بلادي إذن الهدف من هذه الرحلة التعرف على مناطق بلادي الإدارية الجميلة يا أحبائي طلاب وطالبات الصف الخامس هيا بنا قطارنا سيتحرك على الخريطة ممتاز سنقوم برحلة شاملة على الخريطة تدور هذه الرحلة حول المناطق الإدارية الموجودة في وطن المملكة العربية السعودية إذن درسنا لهذا اليوم يا أحبابي ما هو؟ أحسنتم الدرس الرابع عشر المناطق الإدارية محاور درسنا لهذا اليوم عدد المناطق الإدارية في وطني تكوين كل منطقة إدارية أهم المناطق الإدارية لدرس هذا اليوم العاصمة والمدينتين المقدستين موقع كل منطقة وخصائصها أهداف درسنا لهذا اليوم أن يعدد الطلبة والطالبات المناطق الإدارية لأن يذكر عددها أن يصف الطلبة والطالبات كل منطقة إدارية من يترأسها وهل لها محافظات ومن كم فئة تتكون هذه المناطق الإدارية حددنا اليوم العاصمة والمدينتين المقدستين منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة أن يشير لموقع كل منطقة على الخريطة نريد أن نشير موقع لكل منطقة على الخريطة أن يذكر الطلبة والطالبات خصائص كل منطقة لكل منطقة خصائص تتصف بها تميزها عن المنطقة الأخرى يعد وطني لماذا تتعدد المناطق الإدارية ولماذا قسم وطني في الأساس إلى مناطق إدارية نعم أحسنتم وطني مساحته تبلغ ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية نحو سبعين بالمئة من مساحة شبه الجزيرة العربية إذن وطني متسع اتساعا كبيرا لذلك المناطق فيه متعددة وكثيرة أدى إلى تقسيم هذه المناطق إلى مناطق إدارية إذن يعد وطني المملكة العربية السعودية من أكبر دول الخليج العربي مساحة حيث تغطي مساحته ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية أيضا يعد ثاني أكبر الدول العربية مساحة وبسبب ذلك قسمت إلى مناطق إدارية فكم هي ترى وما نظام المناطق الإدارية وبماذا تختص كل منطقة إذن يتكون وطني المملكة العربية السعودية من ثلاث عشرة منطقة إدارية لدينا ثلاثة عشرة أو ثلاث عشرة منطقة إدارية كل منطقة إدارية لها أمير يرأس كل منطقة إدارية أمير أمير المنطقة إذن من يرأس كل منطقة إدارية؟ يرأس كل منطقة إدارية أمير يرأس كل منطقة إدارية أمير المنطقة وتتكون من محافظات والمحافظات تتكون من فئتي ألف وباء وكل محافظة يتبعها مراكز كل مركز يتكون من فئتي ألف وباء إذن كل منطقة تتكون من محافظات والمحافظة تتكون من فئتين فئة ألف وباء كل محافظة يوجد فيها مركز المركز يتكون من مركز فئة ألف ومركز فئة باء إذن يرأس كل منطقة إدارية أمير المنطقة وتتكون من محافظات من فئتي ألف وباء وكل محافظات أيضا تتكون من مراكز كل مركز يتكون من فئتي ألف وباء لاحظوا رسم تخطيطي وتفصيلي لما قلته سابقا المنطقة تتكون من محافظة المحافظة تتكون من محافظة فئة ألف ومحافظة فئة باء أيضا المحافظات تتكون من مراكز المركز له فئتين فئة ألف وفئة باء وفئة باء إذن يرأس كل منطقة إدارية أمير المنطقة وكل منطقة تتكون من محافظتي الكل محافظة تتكون من ألف وباء وكل محافظة فيها مركز المركز يتكون أيضا من فئتين فئة ألف وفاء إذن كم عدد المناطق الإدارية في وطني مما تتكون كل منطقة يتكون وطني المملكة العربية السعودية من 13 منطقة إدارية كل منطقة إدارية يرأسها أمير المنطقة وكل منطقة تتكون من محافظات من فئة ألف وباء وكل محافظة تتكون من مركز فئة ألف ومركز فئة باء ممتاز إجابتكم رائعة أول منطقة من المناطق الإدارية منطقة الرياض منطقة الرياض موقع منطقة الرياض تقع في منتصف المملكة العربية السعودية تقع في وسط المملكة العربية السعودية إذن أين تقع منطقة الرياض؟ تقع منطقة الرياض في وسط المملكة العربية السعودية ما هي خصائصها توجد بها العاصمة عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة الرياض فيها العاصمة مدينة الرياض فيها مقر الدولة والأجهزة الحكومية فيها منطلق توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن غفر الله له إذن خصائص منطقة الرياض نعود من جديد نذكرها فيها العاصمة مدينة الرياض أين توجد مدينة الرياض في منطقة الرياض أين توجد عاصمة المملكة في منطقة الرياض فيها أيضا مقر الدولة والأجهزة الحكومية هي منطلق توحيد المملكة العربية السعودية هذه صورة لمدينة الرياض أريد من طلابي وطالباتي أن يذكرون لي يذكر الطلبة والطالبات خصائص منطقة الرياض أحسنتم فيها العاصمة مدينة الرياض فيها مقر الدولة والأجهزة الحكومية هي منطلق توحيد المملكة العربية السعودية نعم بارك الله بكم إجاباتكم جدا رائعة وجميلة مقر الإمارة مدينة الرياض إذن مقر إمارة منطقة الرياض في مدينة الرياض للإطلاع قلنا أن منطقة الرياض مقر الإمارة فيها مدينة الرياض العاصمة من أكبر محافظات منطقة الرياض هناك العديد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض من أكبرها الدرعية، الخرج، الدوادمي، المجمعة، القويعية، الأفلاج، وادي الدواسر، الزلفي، شقراء، حوطة بني تميم، عفيف، الغاط هذه من أكبر المحافظات التابعة لمنطقة الرياض هيا طلابي وطالباتي أريد منكم ذكر ثلاث من أكبر المحافظات التابعة لمنطقة الرياض أحسنتم الدرعية، الدوادمي، نعم المجمعة، بارك الله فيكم الآن نفتح الكتاب صفحة 74 طلابي وطالباتي ذكرنا في وادي حنيفة درس قبل الماضي عن الأودية أن هناك مدينة أو محافظة تقع على ضفاف وادي حنيفة تعتبر عاصمة الدولة السعودية الأولى ما هي يا ترى؟ ما هي يا ترى؟ نعم أحسنتم الدرعية إذن الدرعية هي المدينة التاريخية في منطقة الرياض التي كانت عاصمة المملكة العربية عاصمة الدولة السعودية الأولى وتقع على ضفاف وادي حنيفة الدرعية التي تقع على ضفاف وادي حنيفة بارك الله فيكم إجابة رائعة طيب ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة الرياض؟ ممتاز فيها العاصمة مدينة الرياض فيها مقر الدولة والأجهزة الحكومية فيها منطلق توحيد المملكة العربية السعودية بارك الله فيكم أنتقل للمنطقة الثانية من مناطق وطنية الإدارية ألا وهي مكة المكرمة أين تقع منطقة مكة المكرمة؟ نعم تقع في غرب المملكة العربية السعودية هذه هي منطقة الإدارية مكة المكرمة إذن موقع منطقة مكة المكرمة أين تقع يا ترى؟ تقع منطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة ماذا يوجد فيها تهوي قلوب المسلمين إليه ويحج كل عام من جميع ققطار العالم نعم أحسنتم فيها الكعبة المشرفة فهي مهبط الوحي لأنها تضم المقدسات الإسلامية المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومشاعر الحج مثل عرفات ومزدلفة وميناء أيضا وقوعها على ساحل البحر الأحمر يوجد فيها أهم الموانئ الموجودة في وطني ألا وهو ميناء جد الإسلامي إذن خصائص منطقة مكة المكرمة هي مهبط الوحي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أرض مكة المكرمة أيضا تضم المقدسات الإسلامية منها المسجد الحرام الكعبة المشرفة مشاعر الحج مثل عرفات ومزدلفة وميناء وقوعها على ساحل البحر الأحمر وضمها لأكبر ميناء في وطني الميناء جده الإسلامي هذه خصائص منطقة مكة المكرمة هذه صورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة مقر الإمارة في مكة المكرمة في مدينة مكة المكرمة إذن أين يوجد مقر الإمارة في منطقة مكة المكرمة نقول مقر الإمارة هي مدينة مكة المكرمة إذن أين يوجد مقر الإمارة في منطقة مكة المكرمة نقول أن مقر الإمارة هي مدينة مكة المكرمة نفسها للإطلاع من أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة جدة الطائف القنفذة الليث رابق خليس الخرمة رانية تربة هذه من أهم وأكبر المحافظات التابعة لمكة المكرمة أهم منها جدة والطائف والقنفذة هيا الطلاب وطالبات يريد أن تذكروا لي ثلاث من أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة أحسنتم جدة أحسنتم الطائف القنفذة بارك الله فيكم أيضا من أهم الخصائص التي تتصف بها منطقة مكة المكرمة خدمة الحجاج والمعتميرين وهي شرف لنا ولوطن إذن خدمة الحجاج والمعتميرين التي تعتبر شرف لنا ولمنطقة مكة المكرمة ولوطني عامة طلابي وطالباتي نفتح الكتاب صفحة 75 للإجابة على هذا النشاط ما الميناء الرئيس في مكة المكرمة؟ أحسنتم ذكرناه ميناء جدة الإسلامي بارك الله فيكم إجابتكم إجابة صحيحة من الخصائص التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة أحسنتم فيها مهبط الوحي فيها تضم المقدسات الإسلامية المسجد الحرام الكعبة المشرفة ومشاعر الحج وقوعها على ساحل البحر الأحمر الذي تضم من خلاله هم ميناء ألا وهو ميناء جدة الإسلامي ننتقل للمنطقة الثالثة من مناطق الإدارية في وطني منطقة المدينة المنورة أين تقع منطقة المنورة؟ ماذا تتوقعون؟ نعم تقع أيضا في غرب المملكة العربية السعودية هذا موقع منطقة المدينة المنورة على الخريطة تقع في غرب المملكة العربية السعودية ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة؟ المدينة مدينة من نعم أحسنتم هي مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بنى به مسجده الشريف المسجد النبوي إذن الخصائص فيها المسجد النبوي تطل بعض مدنها على ساحل البحر الأحمر أحسنتم فيها المعالم والأثرية الإسلامية والحضارات القديمة مثل مسجد قباء وجبل أحد وموقع بدر بالإضافة إلى مداء صالح في مدينة العلاء بالإضافة إلى الآثار التاريخية مداء صالح في مدينة العلاء إذن هذه صورة للمسجد النبوي بالمدينة المنورة الذي بناه وأسسه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مقر الإمارة أين توجد إمارة منطقة المدينة المنورة؟ مقر الإمارة في نفس مدينة المدينة المنورة مدينة المدينة المنورة إذن مقر الإمارة منطقة المدينة المنورة هي نفسها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة للاطلاع من أكبر محافظات المدينة المنورة ينبع العلا مهدو الذهب الحناكية إذن من أهم وأكبر محافظات منطقة المدينة المنورة ينبع العلا مهدو الذهب الحناكية أريد من طلابي وطالباتي ذكر أكبر محافظات منطقة المدينة المنورة ممتاز أحسنتم ينبع العلا مهد الذهب أين توجد مدائن صالح؟ آثار تاريخية عظيمة مدائن صالح أين توجد؟ بارك الله فيكم في مدينة العلا في المدينة في منطقة المدينة المنورة إذن ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة؟ فيها المسجد النبوي تطل بعض مدنها على ساحل البحر الأحمر فيها المعالم التاريخية والأثار الإسلامية مثل مسجد قبا أو المسجد أسساء على التقوى وجبل أحد الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحد جبلا يحبنا ونحبه وموقع بدر الموقع الذي حدثت فيه ودارت فيه أحداث مغزوة بدر الكبرى أيضا إلى مدينة العلا التي توجد فيها آثار مداء صالح الآن نفتح الكتاب صفحة 76 للإجابة على هذا النشاط ما المدينة التاريخية السياحية التي فيها آثار مداء صالح في منطقة المدينة المنورة؟ من أكبر محافظات منطقة المدينة المنورة؟ ماذا تتوقعون أن تكون؟ أحسنتم مدينة العلا مدينة العلا بارك الله فيكم هذا رسم تشكيلي لآثار مدينة العلا كانوا ينحتون بيوتهم ينحتون من الجبال بيوتا لهم ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة الرياض؟ فيها العاصمة مدينة الرياض فيها مقر الدولة والأجهزة الحكومية ممتاز بارك الله فيكم هي منطلق توحيد المملكة العربية السعودية إجاباتكم رائعة جدا أين يوجد مقر الإمارة؟ ما شاء الله عليكم بارك الله فيكم مقر الإمارة هي العاصمة مدينة الرياض ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة؟ مبارك الله فيكم هي مهبط الوحي تضم المقدسات الإسلامية المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومشاعر الحج عرفات ومزدلفة وميناء أيضا وقوعها على ساحل البحر الأحمر أين يوجد مقر الإمارة فيها؟ في مدينة مكة المكرمة مبارك الله فيكم ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة؟ نعم فيها المسجد النبوي تطل بعض مدنها على ساحل البحر الأحمر فيها المعالم والأثار الإسلامية مثل مسجد قبا مدينة موقع بدر جبل أحد مدينة العلاء التي تضم فيها الآثار القديمة مثل مدائن صالح أحسنتم بارك الله فيكم أين يوجد مقر الإمارة في منطقة المدينة المنورة؟ ممتاز في مدينة المدينة المنورة بارك الله فيكم وبهذا نكون درسنا ثلاث مناطق إدارية في وطني ألا وهي منطقة الرياض منطقة مكة المكرمة منطقة المدينة المنورة تعرفنا على مواقع كل منطقة وعلى الخصائص التي تتصف بها كل منطقة ومقر الإمارة في كل منطقة الواجب المطلوب منكم طلابي وطالباتي ما الخصائص التي تتمتع بها كل من منطقة مكة المكرمة الرياض المدينة المنورة استعدادا لدرس الحصة المقبلة في ختام درسنا نستودعكم الله على لقاء جديد وشاكر لكم حسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر